السلام عليكم ومرحبا بكم إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة أرجعت لكم فيديو جديد شوفوا هاد المراني ما طولتش نحاول نحط لكم فيديوهات يعني أكبر عدد من الفيديوهات نحط عليكم مدام عني قادرة نحط كثر منزوج فيديوهات في الأسبوع يعني نحاول حبيباتي اللي ما شوفوش الفيديو السابق اللي حطيتو لول بارح وسكو على بلي بزف فيكم ملحقا عش الفيديو سي نغمال عندي بزف ما حطيتش اليوتيوب يبدأ يعقب في شوية على هادك نطلب منكم برك ديرو لي جم وباختاج هذا ما كان يعني إذا حبيتوا القناة تعاوتوا لي كيما كانت تفاعوا اللي عاود ديو اللي ملاح هذا وش نطلب منكم يعني حبيباتي وهنا بديت لكم الفيديو بالقهوات عصباح على بلي بزف فيكم يحبوا هاد اللقطة بتاع القهوة سوختوا هنا القهوة اللي نطيبها يعني سبيسيال ما نحبش نديرها في لابخيس وهاد الحلوة حلوة الطابعة اللي كنت بارتاجيتها معكم في الفيديو السابق غير جربوها جربوها وعينيكم مغمضين جيب بزف 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 هايلا هادو شو نقولكم يعني حاولوا تجربوها الروتين تعاليوم ولا الفيديو تعاليوم حيكون حيكون روتين تحفيزي ولا فيديو تحفيزي بالدرجة الأولى بسكو علاه تدرت شوية تنظيفات هاكا خصب بالصيف على بلكم كيدخل الصيف لازم تنظيف لازم تمسحو هاديك لابوسيق تسيق الله الله أصلا في الصيف تحبو تسيقو تحبو تزرزقو وتحبو يعني مش كيمة فشتة فشتة مصحة خفيفة و هادك تسيق مرة في الزمن صيف يحب 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 تزرزقو والماء والدنيا در تغير لشان بغتايل وصالون احنا بارتاجي معكم شوية علاقات يعني مشي بزف 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 برك باش تتحفزوا ام بوصيب لنبرتاجي معكم كامل واش ندير رياني بلاي ديتا يبسكو لا فيديو جي بزف طويلة ومعدها حتى معنا يعني على البال الكامل تعرفوا ديرو الميناج احنا برك نحاولو نحافزوكم من خلال هاد الفيديوهات التحفيزية اول حاجة بديت بيها شوفوا مسحة الحياط مسحتهم بيا يعني غير مسحة برك من الغبرة وكين القاداتاش هكا نحكهم شوفوا من جهة البابيين كان البابي روعة جاني ساهل مسحته برك مين ما كاشل البابيين تعارفوا السكن الوظيفي بلا ما نبقى نشكلكم فكل مرة نحك شوية برك يطيح كامل يطيح كامل يطيح البيوضية ويقولي يقولي يبان هاداك البلاتخة الدخلاني ويقولي المهم مشي تحب كان يعني يا اما تمسحي مسحها خفيفة يا اما تعاودي تسبغي مجديد ما هاد الاحياط تاع السكن الوظيفي ما هم مشتاع واحد زعمي يحكم يحكم بيا ويشللهم انت وصيبلوا على بلي البنات اللي عايشين في هكا في سكن هات وظيفية رايحين يفهموني بعد ما مسحت بيا الحياط بجبتهم كامل من البلاثون حيث منفلكوا هكا كشرتين لا ولا نحيت كلش وبعدها زرزقت الارض بيانسير تزرزق لازم والحكان لازم هكا بيش تحسي بالراحة في الاخر يعني ممسي ما تنقتش الارضية مليح ومش فتيهاش هكا تل المعلامة عن كي ما كي ما ديار لي فيهم هكا لاني لا فايانس شابة و لا دالتسور شابة يتو ما متى كي تعارفين تيا باللي راهي نقية الدنيا و ما فيها يعني تحسي بواحد راحة ما نحكي لكمش استعملت جاول موسانت واستعملت هاد الافصال تاع بريلكس بزف بزف هاي يعني دا حبيتو الافصال اللي ريحتو هايلا ديرو كابتور غاليه كملت سالون فحفحتو الله الله فتحت بيانسير بتاع بخليتو يتهوا و ينشفيق له ومبعدها جزت الشامبرتاعي الشامبرتاعي كيف كيف مسحت الحياط ومسحت هاد اللي كابيتوني هذا اللي بزفير في الغبرة ما يرفض الغبرة ما يرفض الغبرة كونبا بوسيبل لان ليندك نديرو بلا سبيغاتور اليوم شوفوا قلت انشفون هكا ميكرو في بقاعدة ننشلل فيه فيما السخون مع شوية تعل بيكاربونات نشلل بيا و نمسح نشلل و نمسح و لقيت هكا كلكتاش ولدي كان يقعد معي من ليندك نكون صحح ولا فاستعملت هاد الهو هاد البيلات مينا نخدم بيه ممفع في الفاتي او في الكنابي يعني فهاد للي بزف هيد يعني يخرج بمستيلو تنحبس هاد القماش اصلا نقيت ملاحة و نسحته و نسحته نسحته بالبالي بلا يعمل بزاف مدينة نحن نختم بهم بميكروفير مدينة مدينة تجربت لطميب تكون مدينة لربالي أو يفوط تجربت بلينة مدينة و ننضمت البلات و فتحت كافحة الشيخة للبالي و نسحته إستقرار و نمت weight و نرس91 أشكل كثير و نقوم بلخصة تأكدها قد استعملت غير التحساس لا تدعم وتعاملت هذه الأفصل التي كنت أريدها لكم بالنسبة لكي قمت بإنشاء الله سوف أتجد أن أمضي كل ما يجب أن أخذهم سوف أتجد أن أسترني عدوك بسرعة لديه كان داخل في البالكون و انا في العشام سوف نخرج له في الموهو يجب ان يعاونني من كتبش عليكم يد بيد هنا مع الصباح وخياته كانوا راقدين يعني اوما رقدوا وهو بسلامة الله يباركي ينضب كري دون قتلوا راحنا والله غير تعاونني كملت فرشت هاد الكوفولي هذا بزاف هاي اللي على كوله اختاعه لون صيفي شوفوا هادا شريته من السوق حراس ما عنديش بزاف مني شريته و لقيتو بخوموسيون اعجبني انا نحب هاد الموديل شغلي بنت عبكري و لاش كوني يحب هاد الموديل تعلالي كوفوا لي يقول لي كتبوا لي فلي كوماتر قولوا لي اسك اعجبكم ولا لا لا انا عجبني واللون هادا لون صيفي يعني يتناسب بزاف مع مع الصيف و ممكن تطغطو به بزاف هاي اللي جاي الرقيق و معانشية برودة تعكليماتيزة هادك هو وهنا كنت خرجت بش نقدي قلت نبرجي معاكم هاك شوية لي بخي شوية يعني نقول لكم مش كاين و شماكاش قولوا لي اسك اللي بخي لومي بانوا لكم يعني مناسبة ولا عندكم يعني دي بخي حبطين على هكا ولا طالعين على هكا لي موالفات تروح لي سوبيرات وتشفى شوية على اللي بخي تقولنا هكا بلي كومنتر شريت شوية عجائن كانوا خاصيني بزاف العجائن يعني خلاصولي كامل منتر وانا عندي طبيعة من ما نقضيش هذك القضيان الشهري اه الله غالب نقضي هكا اسبوعيا الحاجة اللي تخصني اللي نشوفها خصتني هكا ننجيبها كيما هنا قلت لكم در خلاص لي كامل من العجائن ونولادي موتوا على العجائن وانا شريت شوية هكا سباكيتي شوية مقارون شريتلي لازان كاشنا هنبرتاجي معكم الوصفة شريت كليتلي دكتوفو ان شاء الله كامل وشريت هنا شريت لاتاي كانت تخصتني لاتاي شوفون كمزاف النواة تعالاتي بزحانا نشري هذي دايما نشري هذي دكتنوريها لكم وتشوفوا البخي تحكين بوطة كبيرة وصغيرة حنا في الأيام العادية نشربوا القهوة ما نكذبش عليكم قهوة وقهوة حلب في نهاية الأسبوع دايما ندير لاتاي في الصحراء سباكي نستهلكوا لاتاي هكا دايما بالخميس بالجمعة نديرو في الليل هذي هي لاتاي اللي نستعملها بزف هيلة تجي من داخل تجي كشغل شعراء وولاتاي كتوفوها مكورة ما هيش ملاحة كتوفوها كشغل كشعراء هذي كي يالاتاي اللي تكون بزف هيلة كيما لاتيت عن الصحراء وحنا القهوة انا نستعمل ملئة بزف هذيك البيضة مش ضاغي بيضة بيضة وحنا قلت نبدل سقسيت مول سوبي غتبوس كي لقيت بزف انواع تعال القهوة سقسيتوا على هذي عمار قلي بزف هوم يشكروا فيها قديت واحدة سييتها شوفوا القهوة عن تجربة ننصحكم نصيحة كي تشرو شرو وحدة يبصم تشروها شطرية كيما هذي الفتالولة راهي طرية ما انتها تدخلها لهو مهيش مضغوطة كيما قولوا في النكهة تلقوها شوية نقصة كي يجو تشرو قهوة حرصوا انها تكون فريمان جور كي ترفضوها تلقوها يبصم شريط اللويا هذا حليب تاع البودرة هذا ما نشربوه شمي نستعملو بزف في الصيف في العجائن يعني المخبوزات بزف نخدم بالحليب البودرة وهنا شريط هذي تلي اول مرة نستعملوه بين لي بزف بنين يخشين شو يبصح بين الشباب كيشفتوه اتيراني شريطوها كبش نجربوه ديت اوسي الطعام طعامنا نخدم بسيم هذا سيم موية شوفوا هذي الطعام تعسيم بزف هذي القدم ما تديرو للماء يشرب يعني كامل ما تخافوه شمم واحدة ما تعرفش تدير الطعام يخرج لها بزف هذي ديت السكر شوفوني نوري لكم هكا مادرش ينليسوا لاني نشوف ونفوت ونشوف حاجة اللي نشوفها هكا خاصتني فانطعام نشريها مادم وليت لكم لليوتيوب بالفيديو هاتي تو شريتش يزبطة بش نبرتاجي معكم وصفة ان شاء الله هتعل حلوه خاصة الحلويات الجافة اللي بزف بزف تقولولي عليهم يعني تحبوا بزف الوصفة الجافة لتعل الحلويات الجافة اللي نبرتاجيها معاكم خاصة الوصفة الاقتصادية هكا اللي تقيس كميات كبيرة اللي بزف فيكم تحبوها دونك شريت لاماقاغي ان شاء الله باش نبرتاجي معاكم شحال من وصفة ان شاء الله راهي في بالي وان شاء الله مامل العيد احا نبرتاجي معاكم واحدة الزوج وصفتها كاخير وواحدة فيهم وديروها كنت شريت هنا الهريصة الطماطم تاع العلب كنت حبا نجرب تعسيم جامي جربتها دونك اديت واحدة بوالا واحدة صغيرة انا من خدمش بها بزافة غير في الاطباق اللي لازم لازم كيمال كوسكوس كيندير صوس غوج ولا شخشوخة ولا شربة سنون في الاطباق الاخرين نحب الطماطم تاع الحبة لا نكذبش عليكم تمدل بنا ممسي لكولغ جي كلاغ ميلي سانسيال جي بنينا وهذه كلاما غير نتاع فلغيال هيلة يعني اللي حب تدير حلويات جافة من الاحسن هذي هذي خرم متاع العلب مما خرم العبل هميلي ومن غير مكوشة يجب ان اقلت مشترك مميلي كما يقرأ نحبي من الملك عملني اشري منه واحدة كبيرة نحطت مشاوشة موضح كبيرة هذا الرجل يجب منك بعد ان ابقنا من السقائط على النار و هذا لا يوجد شيء كبير كانوا يوجد شيء في الدار لذلك لم أشريتهم أشريتها ليست شيء كما في الفارينة كانت قريبا تخلص لي زيت الديت واحدة لقيت سيم شريت الطن شريت ليبات ثاني لنسيت شيخي شريت ليبات فوالا لكي نجد لكم أن ينسى لديت على ليبات ان شاء الله هذا اليوم و قبل أن أذهب لقد ختمتها بهنا بهذا الرف المفضل عندي مواد التنظيف هذا النمو لم أشاهدوا عندي في الدار ما كانوا يخصيني زيت شريت هذا بريلاكس و جاب الموسانت ثاني كانت تقريبا تخلص لي زيت الديت واحدة هذا ما كان هذا وشريت بريلاكس هذا الغاز و جاب المرحة و جاب المرحة بريلاكس تقريبا شوفوا هذه هي المشكلة معجم من نوع من الأشكل ونقصونها بحديث يمكنكم حيث ينقصون الوصول ونقصون الجو ونقصون الغازوز كيف تكون سردين أو الحوت أو ينقصون القرعة تقالية نقصون هذه ملحة ونقصون بشكل ملاحة فإن الأشياء نقصنا بكثير الإنطار نضيف السكر و لا يوجد مواد الحافظة و لا يوجد مواد الحافظة و هذا مكان و عودنا للدار اليوم قمت بتجربة قراطة خفيف و سهل و بني يوجد وقفة ندخل الكوزينة و هنا ارى ان أردت السلسة بشامل و كنت سننشري الكوزينة هذه مستحضر لطبخ و هذه نعمل بها في بنينا و لسي نعمل بشامل و لقد كنت نعمل بها و لكن انا مجدد في الناس و لنعمل بها و لنعمل بها و لنعمل بها و لنعمل بها و نعمل 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 بها و وصلت الى الدار و بعدما قمت بتجربة و نعمل بها و لقد اقومت بها و انا اصدقل و هناك مفيدة تستطيع ان اصدقل و اصدقل ملح و فلكل و هناك مفيدة و انا لديها و انا اصدقل بها و اخلقت بها بعدها صفيتهم بيان و كرازتهم غير بهاد الأدت غير شوية هم كانوا طيبين بيان يعني تمتم يترحوا معايا رايح نضيف المكونات واحد اخرى هاد القغتان قلت لكم يجي بنين غير جربوه درت كمية مليحة على المعدنوس درت تقريبا ملعقتين كبارة الخبز المرحي تقريبا ملعقتين كبارة الخبز المرحي نستخدم كبارة الخبز المرحي سوف نضيف المكونات والاكخام للكيد مدام الباطاطا سيكون سخونة مع المكونات نعود نرحيهم حتى الجبن يضوب معهم بعد ما حسيتهم سيجم مليحة نضيف المكونات والاكخام للكيد دراية الباطاطا سوف نضيف دراية البطاطا كان من المكونات المكونات لا تضيف المكونات أغلب النقاط ومثلا يجب أن يقشحوا الأكخام فاعد الخبز المجل لا تضيف من خلوط المكونات وقمت على سفر حاند ملعقت بالكارس كبارة خلط عمقت ملعقتك حاند وقت حكم ذلك سيجم مكونات وقامت على رائح وقامت على سفر الحاند بعد أن ينسجوا مكامل المكونات تضيفوا الافيونة لكي تدخلوها حتى الطيب كامل وتنشف من المتحن غير تبدأ يدخلها طياب وتحسوها تلقي المتحبية فرغوها لكن هذا المال الذي يتلقي الحم هو الذي يبن لكم هذا لقعتها ويأتيكم بثائف طريق وبنين قمت بزبدة وحبيت كامل المزيج الذي يخلطونه بفور بسخن تقريبا كل شرح تعيبة يزيد واحد لفاة مينوت يتقلطينا بفور تقريبا كل جبن المبشر من الفق ودخلوه للفوق يدخل لكم 20 ميونوت با بلو ساحي يخرج لكم بزف 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 هنا بعد ما طابوا وتحمر خرجتوا وشوفوا ما أحبيت شون خليه يتحمر كثير من الكابوس لكن أنا لكي نعاند روحي نشوفوا لقاقتها نحبهم محمرين وزيد الكاميرا تبينهم محروقين لذلك تبدأوا في كمانتها حرقتها 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 وانا نحب توجد حاجة محمر على غالب فليقاته 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 كلش كلش نحمر المهم خليتوا هكا شوية يدقونه وطفت عليه قلت صعبة وشوفوا هناك تحطون هنا مزل على سخون البناتة تخلوه يبرد يجي هكا يتقطاع عدي مخصو يجي بزف هاي لانا ولادي أعجبهم بزف المهم مدام ما راح كان شوف لقاقته في سقب الثمن يعني معقول تقدروا تشروح كارة الصغير وتجربوه هو شوف لقاقته من الخضراء يعني التعش طامي مزل راح كان في الأسواق والثمن تعومه وشغالي فلا حبيباتي هنا فتحت لكم شوفوا الطراوتها والداخل جطري طري طري وبنان ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وقلكم تلاقوا في الفيديو الجاي خليوا لي لايكاتكم من حبكم بزفة الله وروحكم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته